على عليك نسل عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يعني مكاني وبيتي المعتاد بالتأكيد يمكن في 2008 وبالتحديد 6-8-2008 كانت أول ظهور لي على المستوى الإعلامي وكان كمان أول ظهور أو أول سطوع لقناة النادي الأهلي في البداية بشكر كل الناس اللي موجودة في الوقت الحالي أو من القوامين على القناة سعيد جداً وفخور جداً بوجودي في بيتي ومكاني وجزء كبير جداً من حياتي يعني سعيد جداً بالناس اللي موجودة سعيد جداً بالناس اللي حوالي سعيد جداً 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 إن أنا موجود معاك وفخور في نفس الوقت بشكر مرة تانية كل القوامين على القناة واتمنى يا رب إن احنا نعمل حاجة تليق في البداية باسم مكانة النادي الأهلي هنبقى موجودين مع بعض على مدار الموسم كل المباراة اللي موجودة في الموسم كل المباراة اللي موجودة في الدوري كل الأسابيع اللي في الدوري هنغطيها ونتكلم فيها هنتكلم كتير جدا بإحساسنا وهنتكلم كتير جدا باللجوانة هنحضر بالتأكيد لأن ده طبيعة الشغل هنحضر لحاجات هنحاول إن احنا نجيب لكم حاجات كتير جدا تفيدكم وتبقى إضافة بالنسبة لنا وإضافة كمان ليكم لكن إحساسنا هو اللي هيبقى طابع علينا الكلام اللي جوانا هنقوله بالتأكيد العصور بتتغير لكن السوابت ما بتتغيرش أبدا سنة جديدة ودوري رقم 60 دوري رقم أو الهدف رقم 41 بالنسبة للنادي الأهلي يفتح زراعيه للبطل المعتاد بالنسبة له اللي هو النادي الأهلي وليه لأ وهو البطل الحقيقي بالنسبة له وهو البطل الرسمي بالنسبة له والدوري يعني أكرمه بيقام بالنسبة للنادي الأهلي وجمهير النادي الأهلي كالبطولة المحببة إليه كلام كتير وأتمنى أن نخط فيه مع حضراتكم وأتمنى يا ربي بإذن الله أننا مع بعض نكون على تواصل دائم هل سنة جديدة وسنة سعيدة بإذن الله على كل الأهلوية سنة سعيدة على كل الجمهير الأهلوية أتمنى يا رب إن شاء الرحمن أننا نعمل حاجة كويسة تليه كما قلت بالنادي الأهلي سنة سعيدة لكل جمهير النادي الأهلي سنة سعيدة لكل اللاعبين النادي الأهلي والجهاز المنفني ومجلس الإدارة وكل القائمين وكل المنظومة سنة سعيدة على قناة النادي الأهلي زي ما قلت وبديت في الأول النادي الأهلي بالنسبة للجميع وبالنسبة لكل محبين النادي الأهلي مش شيء عادي وشيء تقليدي يعني يمكن إحساسك به تشجيعك له مش حاجة أنت بتقضيها وخلاص دحياه بالنسبة لك يعني النادي الأهلي هو انتمائك النادي الأهلي هو جزء كبير جدا من حياتك في ناس كبير كتيرة بتعتبر النادي الأهلي يعني زي بيتها بالظبط أو بتدفع عليه زي بيتها بالظبط الكلام كتير هيبقى النهاردة الاستعدادات كتيرة التحضير كتير ما شاء الله يعني في حاجات كتيرة جدا يمكن من آخر مرة ظهرت القناة أو كلمت في القناة أو حضرت في القناة لأ اختلافات كتير قوي أتمنى ورب أن احنا نعمل حاجة فيها ونساعد أن نكون ضمن المنظومة اللي تعمل حاجة لي بمكانته واسم النادي الأهلي وكل جمهير النادي الأهلي الجعمل الجماعي أو العيلة الوحدة أكتر ما بتميز النادي الأهلي هو العمل الجماعي لكل واحد دوره ولكل واحد اختصاصه لكن كل واحد كمان مسؤول مسؤولية كاملة عن أي حاجة بيقدمها مش عايز أتكلم في المقدمة كتير لأن في حاجات عايز أتكلم معاكم فيها ورسائل عايز أقولها في البداية قبل ما نستعرض الإنسبوع الأول واليوم الأول لبطولة الدوري لكن بقول كل سنوة أنتو طيبين لكل جمهور النادي الأهلي بقول كل جمهور النادي الأهلي خليك فخور خليك مساند لناديك خليك متأكد من السوابت اللي أنا ذكرتها وتذكر دايماً أن كل العاملين في النادي الأهلي وكل القرامين في النادي الأهلي يسعدهم أن أنت تكون مبسوط يشتغلوا أن أنت تكون مبسوط وكمان تفتخر بناديك لسبب أعتقد أنه أعتقد أنه بالنسبة لك أنت مهم وبالنسبة لغيرك مهم هي بطولة الدوري وبطولات أخرى هو هدف من ضمن الأهداف بطولة الدوري لكن مش حلم الحلم أنه ممكن يبقى فيه صعب تحقيقه الحلم أنه أنت ما بيتقررش كتير لكن البطولة المعتادة هي بطولة الدوري هي هدف من ضمن الأهداف عشان كده أقول لكل جمهور النادي أهلي خليك فخور بناديك الحلم اللي بينتظر الجميع غير النادي الأهلي أو بيستنى الجميع أو بيشتغل عليه الجميع غير جمهور النادي الأهلي هو كان واقع بالنسبة لك من 40 سنة يعني الحلم في 2019 لكل المنتميين غير النادي الأهلي حلم سنة 2019 كان واقع بالنسبة لجمهور النادي الأهلي من 40 سنة سبع أبطال لبطولة الدوري المصري سبع أبطال النادي الأهلي 40 بطولة الزمالك 12 بطولة الإسماعيلي ثلاث بطولات الترسانة بطولة الأولمبي بطولة والمقاولين بطولة وغزل المحلة بطولة سبع أبطال لكن أعظمهم الأهلي